ودشن قداسة البابة ودروس الثاني بابة الإسكندرية باتريارك الكرازة المرقصية السبت الماضي كنيسة القديسة العذراء مريم بمدينة العاشر من رمضان التابعة لإباراشية الشرقية والعشر وذلك بعد تجديدها شارك في الصلوات يفط الحبر الجليل لأما مقار أسقف الإباراشية وعدد من الأباء الأساقفة والكهنة نتابع دشنوا هذا المسبح بهذا الميرون المقدس على اسم القديسة مريم العذراء في كنيسة القديسة مريم العذراء بمدينة العاشر من رمضان في برشية مراكز الشرقية في يوم تعالت فيه أصوات الفرحة دشن قداسة البابة المعظم الأنبياء التدروس الثاني بابة الإسكندرية وبطريارك الكرازة المرقصية صباح يوم السبت الماضي كنيسة القديسة العذراء مريم بمدينة العاشر من رمضان التابعة لإباراشية الشرقية والعاشر وذلك بعد تجديدها وتم تدشير مذابح الكنيسة وحضن الآب وأيقوناتها إلى جانب مذبح كنيسة القديس يوسف النجار الملحقة بالكنيسة وذلك بمشارقة عدد من أحبار الكنيسة هكذا تحدث قداسة البابة احتفالا بتدشين الكنيسة ومتأملا خلال أرزته في إنجيل العذراء الحكيمات والجاهلات يوم التدشين هو يوم عيد ميلاد الكنيسة بمعنى أن اليوم ده تدشين مذابحها بيطلق على كل مذبح الاسم بتاعه اسم المذبح وبتتم مجموعة من الصلوات الكبيرة وبتتم مرة واحدة في عمر الكنيسة كان قداسة البابة قد أزاح السطار عن اللوحة التسكارية التي تؤرخ لتدشين الكنيسة عقب وصوله ليبدأ بعدها تدشين المذابح والأيقونات وأواني المذبح وعقب التدشين صلى قداسته القداس الإلهي بالكنيسة كامل يوسف سي تي في